الموضوع اللي انا هكلم فيه دلوقتي دوت هو تقريبا يعني من اكثر الامور اللي اثرت على حياتي وخلتني انسان تاني خلص واعتقد ان انا الى الان اصلا يعني ما خدتش منه واحد او اتنين في المية او ما حققتش منه واحد او اتنين في المية فمتخيل اصلا ان لو حققت اكتر من كده ممكن حياتي بقى تبقى حاجة تاني خلص اتمنى ان الفيديو ده يكون بالنسبة لنا هو تحدي مش بس فيديو لان هو حاجة لو الواحد خدها باصرار وعزيمة ممكن تنقل حياته نقلة كاملة في حتة تانية موضوع النهاردة هو الرفق النبي عسى صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله الانسان اللي يحرم الرفق يحرم الخير كله الخير كلمة واسعة قاوية فمتخيل ان حد يعني اللي ما عندوش دي يعني يتحرم من كل شيء النبي عسى صلى الله عليه وسلم يقول ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله يعني الرفق الله سبحانه وتعالى يحبه في كل شيء ولو في حاجة انت بتستخدمها مع الجماد يعني ان الانسان اذا وضع شيء ما يهبدوش اذا وضع شيء وضعه بهدوء اذا فتح باب فتحه بهدوء اذا قفل باب قفله بهدوء طبعا الستات اللي بيرزعوا باب العربيات ارجوكم شوية رفق عشان الرجالة يعني خلاص هينهاروا فان الانسان ياخد كل حاجة بالراحة كده ويبقى يعني سبحانه الله اذا الان يعني الانسان قلبه للجماد فما بالك للبشر اذا كنت بتقفل الباب بهدوء عشان انت تراعي الرفق مع الباب ما بالك اذا نظرت الى زوجتك وبدأت تراعي الله سبحانه وتعالى وتضع الرفق في معاملتك ليها مش نشوف حد اللي بيزعق في حد ولا بيضرب في حد ولا مصاهب اللي احنا عمليين نسمحها دي كلها فالله سبحانه وتعالى رفيق وهي يعني ده صفة لله سبحانه وتعالى انه يرفق بالناس ويحب الرفق في الامر كله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عائسة ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه يعني مفيش حاجة في الدنيا تعملها تاخد عليها زي اللي الله سبحانه وتعالى يعطيه للانسان اللي يرفق بنفسه وبالناس وبالاشياء النبي عليه الصلاة والسلام كمان يقول من أعط من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير هتلاحظوا أنا بس أعمل أحكي لكم قد ايه أمر الرفق ده متكرر وكثير والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه كثير ولا يتكلم فيه كثير يعني كده وخلاص وإحنا نهمله منذ الكس معايا الله سبحانه وتعالى يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى حتى فرعون يعني مبادل الدنيا ده ما بعتلوا أنبياء يكلموا باللين والحسنة فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فالنبي عليه الصلاة والسلام كمان يقول إذ به تنالوا المطالب الأخروية والدنيوية وبفوته يا فوتان يعني لو عايز خير في الدنيا عليك بالرفق ولو عايز خير في الأخرة عليك بالرفق فسبحان الله الإنسان هنا يبتدي يتساءل يعني طب والله ده الرفق ده حلو قوي طب إزاي الإنسان أصلا يكون رفيق طبعا أن تكون يعني كما كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس بس في تساؤل بقى عن البراكتسز يعني زي نطبق ده إنك تكون إنسان مش صعب في الكلام إنك تكون إنسان غير حاد وناقد إنك تكون إنسان تلين في الحوار مش كل حاجة عايز تمشي رأيك إنك تكون إنسان متسامح مع الأخطاء إنك تكون إنسان يعني غير يعني متعالي المطالب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في بيته كان في رفقة أهل بيته أو كان في عون أهل بيته عليه الصلاة والسلام فما تبقاش قاعد طب ناوليني دي طب هاتي دي طب قوم عملي دي طب روحوا هاتو كذا طب خليك خفيف بسيط رفيق في الناس في طلباتك خليك لما تروح مكان متعليش قوي البار بتاعك وتخش أصلي بفلوس يعملولي وبتاعك لما تقعد في مكان سبحان الله يعني أنا بشوف إن الدنيا عملة يعني المتطلبات بتاعتها عملة بتبوص فينا حاجات بتروح مكان ساعد الناس اللي بيحطولك الأكل مش لازم تجيبوا معهم المضخ يعني بس أنا بتحرك جدا بسراحة لما حد يجي يصبلي الماية مثلا أنا ما بعرف أصب الماية خلاص جبتهالي يعني جزاك والله أنا خير أنت جبتهالي ما تبقاش في شيء عندك من التعالي دايما طول الوقت أي حد يحطي لك حاجة أو أي حد يعمل لك حاجة اشكره عليها وبتسنف وجه وبتسامة بسيطة قد يكون يومه صعب ولو رأيت من حد سلوك غير جيد اوقي الطريقة طيبة لإصلاح هذا الأمر أنا عرف أنه ممكن يكون مستلبين أنك تتغاضع عن كل شيء بس فيدباك بهدوء نصيحة بهدوء ابتسامة طيبة مراعاة أنه ممكن يكون هو عمل معاك أنت كده بس هو مش بيعمل كده طول الوقت فأنت تكون يعني هذه هي العقلية تحتك It's a mindset فكرة أنت بتعيش بالفكرة دي أنك طول الوقت ماشي بهدوء وسط الناس لا تغالي في طلباتك عليهم ولا تغالي في انتقادك ليهم ولا تغالي في خناءاتك وتصرفاتك باهم اختلف مع الناس هنختلف مع الناس ولكن برفق هنتخانع على فكرة وهنزعل من بعض وهنترك بعض ولكن برفق كل حاجة سبحان الله يختبر فيها الرفق عند الإنسان الإنسان يجب أن يبقى هو فكرة عنده أنا مش هخرج عن الرفق حتى ولو اللي قدامي لا يستحق الرفق ليه بقى؟ لأنك بتتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالرفق لا تتعبد به للعباد فلو حد في حتة كده حسيت أنه هو ده الاختبار واللقطة اللي أنت تقول فيها أنا هرفق به لله طبعا مع وضع في الاعتبار يعني أنت الرفق ده مش معنى أنك تبقى طيب اتخذ على أفاك عشان بس فيه ناس دايما بيربطوا الهدوء والرفق والرحمة أن الإنسان يكون بكرة على أفاك النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بالناس وكان رفيق لأنه يعني مش معقول هيقول السيدة عشان الله رفيق يحب الرفق وهو النبي لا يكون رفيق ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني حازم لا يتنازل في أمور يعني الدين لا يتغادى عن أذى لا يتغادى عن ضرر كان يصلح للناس ويرب الناس ويعلم الناس ولكن برفق ولكن بلين فدايما الفضيلة جماعة بتكون ميزان ما بين حاجتين فيه التساهل والتسيب وفيه التعنت والعنف وفيه الرفق ميزان حساس يجعل الحياة طيبة وسهلة يجعل الناس لا يشعرون بالضغط اللي تعامل معك ما تبقاش أنت مصدر ضغوط نفسي في حات الناس فيه ناس كانت تيجي يتصل بيك على تلفون تحس أنك ألقان والله تيجي يعني يطلب منك حاجة تحس يقولك عايز أتكلم معك تحس أن أنت مش متطمن فيه حاجة غلط حتى الأعدم هتصبح عليك ثقيلة تحس أن أنت مرهق وانت حالي كن هذه الاستراح في حات الناس فإزاي الإنسان يكون عنده طاقة العمل ده أولا بجانب أن حضور أنه أن أنا واعي أن دي صفة ومهارة وعادة جديدة عايزة تبنيها لازم أعرف هي أساسة جديدة لأنه ممكن إنسان هو مش عارق يعني هو خلاص هو اقتنع يعني والله العظيم الرفق ده حلو بنا مش معقولة بعد الأحاديث دي كلها والآيات والكلام ده كله تقول لي أنا ما اقترعتش وانا اللي بكلمك ده كلام الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام فالمشكلة هنا بقى في التطبيق الإنسان ينجي يقول طب ما مش عارف أعمل إيه أقول لك إن من وجهة نظري وده اقتهادي الشخصي يعني إن الأمر متحرك فيه قنوات ماينفعش نبدأ من الآخر أن ترحم الناس وأن ترحم الجماد وأن ترحم الحيوان اللي فيه ناس بيعتبروه يعني خارج نطاق الرقفة والرحمة وأن مراعاة الرفق بالحيوانات دي هي شيء من اللي زي نتقوله إيه يعني بتاعت العالة توتو يعني الناس اللي هي السيكي ميكي بينما يعني فيه يعني في كتاب عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام شابتر كامل عن كيف كان يتعامل مع الحيوانات فسبحان الله يعني فالرفق في كل شيء فأنت ماينفعش تبدأ من الآخر اللي يجب أن تبدأ من الداخل ومن الداخل تبدأ من فوق إنك تتعلم الرحمة من عبادتك إلى الله سبحانه وتعالى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يولين القلب ليه؟ لأن أنت لما بتجي تتعامل مع ربنا بصدق أنت بتبقى عارف أن أنت رجل يعني إيه يعني عندك حاجات وحشة عندك حاجات الله سبحانه وتعالى مطلع عليها يعني لو الناس عرفوها خلاص مش تعرف تمشي وسطهم عارف أنك فيك عيوب عارف أنك فيك نقص لكن عندما تكون في علاقة جيدة مع الله سبحانه وتعالى تعلم أن هناك رحمة أنت تدوق الرحمة دي تدوق الرحمة بتاعت الله سبحانه وتعالى وهو يسترك تدوقها وهو يرزقك وإنت بينك وبالنفسك عارف أنك من تستحقش أول الكرام ده فلما قلبك يبقى حاضر فيه المعاني دي إن فيه كده فيه رحمة وفيه رفق وأحسن يعني مصدر تنظر فيه هو الله الخالق اللي عنده هذه الصفة فبعد ما تعيش ده مع ربنا حيزك تعمل إيه بقى؟ تطبقه على نفسك أن ترحم أنت نفسك الناس كلها جماعة عندها مشكلة في جلد الزات فهو ماشي عمال يجل الزات وعمال يبهد النفس وعمال يزعع لنفسه فلما تطلب منه يتعاطف مع الآخرين أحياناً فيه ناس بترحب تعمل ده أحياناً فيه ناس هو خلاص هو فاقد الفكرة دي هو مش عارف يتعاطف ومش عارف يرفق ومش عارف يعمل لأنه لم يتعلم أصلاً منطق الرفق ده من الأول فأنت أبدأ أن تكون رفيقاً بنفسك كما تعلمت من الله سبحانه وتعالى أن ترفق به يعني عملت زنب توب من غير جلد الزات يعني الشعوب الزنب يختلف تماماً عن جلد الزات أنك تشعر أن العمل ده سيء وأننا يجب أن أتوقف عنه وأننا يعني في حرج من الله سبحانه وتعالى لكن تعود عادي جداً خلاص وتأخذ بقى الشروط بتاعتك بتاعة التوبة الطبيعية وتكمل فلما يبقى مستسقي ده من اللي أنت عايشه مع الله سبحانه وتعالى على نفسك هتلقى نفسك رحيم قوي بالنفسك وإذا رحمت نفسك صدقني هترحم الناس كلها عندنا في الشركة بتاعتنا الرؤية بتاعتنا بنقول نشر الرحمة من خلال العلم رحمة نرحم بها أنفسنا ثم تغفيد على من حولنا لازم من جوه الأول تملك كويس قوي وتبتيت تغرق الناس بقى هتقول لي طب ما أنا بعرف أرحم الناس ومبرحمش ناس هيقول لك هتبقى كونديشنال حسب طقتك النهاردة حسب قدرتك النهاردة مش هتبقى في كل حت بس إذا غمرت نفسك من داخل أصبحت الرحمة ده جزء من الأتيتيود بتاعك هو هو أنت ما تعرفش تبقى غير كده ده ده الطبيعي بتاعك اللي بتعمله بدون جهود في الأول هنتبنيه وبعد كده هيبقى هو ده اللي بيطلع مننا في العين فيعني سبحان الله قد تكون عبادة في ظاهرها بسيط جدا لكن إذا يعني وضعها المرء في عقله طول الوقت في كل التحديات اللي بتستفزك وبتغضبك وبتعصبك لو حطيتها في دماغك طول الوقت إنك تعيش بيها وتمرنت عليها أصارها النفسي عليك أصلا هتكون إنسان أهدى هتكون ضغوطك النفسية أقل هتكون مشاعرك السلبية أقل هتكون عندك قطرة على التعامل مع الناس وحب الناس ليك هيزيد وفي النهاية حرم على النار تخيل عمل يجعلك أن يعني يكون جسدك حرام على النار فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني نكون هينين لينين سهلين وإن شاء الله بإذن الله يعني نقدر يعني نكتهد على أن إحنا نتبنى الرفق في حياتنا سواء بأنفسنا أو بالناس أو بالجمدات أو بالحيوانات أو بأي شيء يعني يحيى حولنا وأن نفيد على العالم كله برفق إن شاء الله كذلك والأخير أتمنى لو الفيديو ده كان مفيد في فكرة عجبتك في حاجة حاسس إن الناس محتاجة تتبنيها أو فكرة محتاجة تنتشر أسألت أنك أن تشارك الفيديو ده مع الناس إن أنت بتحبهم جزاكم لأخير ونشوفكم على خير إن شاء الله السلام عليكم